مساء الفل أهلا وسهلا بالحبايب حبايبي لفت نظري اليوم عن موسم الرياض طبعا أنا مبسطت كثير أنه هالموسم الجميل في الرياض في المملكة العربية السعودية وفي القرارات الجديدة الحلوة لأنه صار في حفلات صار في فن والناس بطنبصت شي عظيم يعني ساعة لك ساعة لربك اليوم السعودية العربية الجميلة فيها كل شيء فيها الحبارة فيها شيء يعني شيء بيبسط فعلا لفت لي نظري في هذا الموسم الجميل أنه كبار النجوم غنوا فيه ما بين عبد والله وأكبر راغب علامة جورج وصوف محمد عبده عبد المجيد عبد الله أنغام حددون كبير كتير لكن المفاجأة الخطيرة أنه سيدنا شاكوشة رضي الله عنه وأحمو بيك هدول هدول اللي أكتر شي جايبين عالم أكتر شي جايبين عالم وصار عندي فضول أنه هدول شو الفرق المعون يعني مثلا على محمد عبده بيطلع معه أربين خمسين عازف وهدول شو الفرق المعون طلع معون فلاشة وجهاز زي الكاريوكا بيقلوا لا وحموا بيصرخ أو شاكوش يلا صوروا شوفوا في طقامة الايامة على نموذج جنو نطو يعني اليوم والله العظيم فيه شيء ما بقى يبقى يقبلوا العقل يعني صارنا بدنا نسأل الناس يعني بدنا نوقف بالشارع ونقول له أنت كيف بتسمع فلان شو اللي شدك فيه يعني صارت المشكلة على مستوى العالم مش بس في السعودية أو في سوريا أو في لبنان أو في مصر إلا أنا سمعت من يومين أنه في بمصر تشديد على هذا الغناء الرديء وفي محاربة لألون ويعني ممنوع الغناء ومنشوف أنه شاكوش وعمر كمال هني أعضاء في نقابة فنانين ما عم نعرف شو يعني شو هالتلفيقة أو شو هالحبكي هاي كيف صارت ما عم نعرف مع العلم يعني صارنا بدنا نسلم للأمر الواقع اللي نحن عم نشاهده وعم نشوفه في أي مكان في أي مكان قاطبة أنه اليوم المطرب الفاسد هو المطرب والجمهور والجمهور هو المشجع الأول يعني هلأ أنا بدي أقول شغلي يجب أنه تكون مظبوطة يعني قديما قديما إحنا كيف تعلمنا المغنى أو كيف تعودنا ما كان فيها التلفزيونات وما كان فيه مكان في كل هذا كان بيطلع المطرب بيموت لحتى يوصل الغنية ويعلم الناس وتتربى الناس على هذه الغنات بعد يجي الفيلم تكون تظهر بفيلم أو هالمطرب ينعرف يعمل فيلم والناس تحجز على الفيلم كيف الناس تدربت تتسمع كيف كانت التضحيات اليوم هذا كله مفقود مفقود أو يمكن يكون خلص عصر الكلمة الجميلة أو أو انتهى الجماهي لأنه اليوم أنت بتشوف بالشارع الأغنى البذيئة الكلام السيء المغنى الساقط هو الذي تطلبه الجماهي أنا اللي حيرني فعلا أنه هذا المسرح اللي عاملينه بالسعودي مسرح جميل كتير بسع عالم كتير أنه أنت اللي عملت هذا المسرح طيب هالمطرب اللي كان عم يغني وراها الحشد الكبير من الموسيقيين بس لحاله في عشر خمسة عشر كمنجة منشوف مع الشباب جهاز هاي الكراوكي وفلاشة ها لا والمطرب عم يقول هم يقول الغني المغنى يعني هو مع بيغني يعني مثل بلايباك يعني عم يقول اللي بسجل هو قدام هالعالم بس وبيقول لهم صور وانت بتقوم بتصور لأنه إذا ما صورت ابتاعه شو بده يصير فيك يمكن هاي نهاية الدنيا يا عم يقسموا بالله في شيء ما عم يقبلوا العقل وعم لم يقبلوا الضمير ما عم يقبلوا المنطق ما حدا عم يسأل ذاته في كل العالم شو هذا المرض يا جماعة هذا أشد من الكورونا أشد بكتير أشد بكتير يعني اليوم الكورونا اشتاحت العالم غصبا عنك عم تضرب بالملك وعم تضرب بالأمير وعم تضرب بالوزير وعم تضرب بالفقير عم تضرب بقى اللي الله كاتب له عمر عم ينجا أما هذا ما حدا عم ينجا من هذا المرض الغناء اللي اليوم عم نحس فيه أنا من فترة كنت في لبنان وتحديدا في طرابلوس والله على ما أقوله شهيد عزموني لأصدقاء بيحترمون كتير أراد يحتفلوا فيه فأخذوني على مطعم كتير حلو مشهور بزغرته جسر رشعين وسبق أني عملت فيه سهرة كانت حلو كتير ومطعم جميل راقي فسبت كان طلعوا المطرب المطرب حلبي وتحديدا اسمه واق الخيري شاب حلو غنى حلو بدأ لملحم هيك شوي دخل على الحلبي لونه وغنى موال للعظيم سباح فخري غنى حلو الزلم قلنا آه طابت السهرة اليوم أنا بحب الأصوات الحلوية بحب الغناء الجميل بعد ربع الساعة من هذا الغناء ألب على الفلي حشيش وجنه مطو وان في أغنية سقطت وتسقط وتخرب الزوق وتخدش الضمير كان يغني هذا المطرب هلأ أنا العجب مو بالمطرب المطرب عنده صوت كله بعرفه ولا شي لكن عنده صوت الزلمين أكيد إذا ما غنى هذا اللون يمكن ما بيقبله بالمطرب إذن الناس اليوم في مرض اليوم في الناس مين بده يعالج هذه الكورونا السمعية لأنه صار فيه اتنين كورونا سمعية وكورونا عم تضرب الرئة تبع الرئة عم الطيب بس تبع الإدم عم الطيب هدول شو المشكل العويس اللي عم نعيشه في هذا الزمن تشوف مطرب كبير عم يغني وعم يضحي وعم يذكرنا بنشوة الماضي نتفاجأ بيجي واحد ضد الغناء وضد المغنى وضد الحضارة وعم يجيب عالم أكتر من المطرب الأصلي وجاكوش والله يا جاكوش أنا ما بعرفك ولا بكرهك ولك يا أخي والله ما بكره حدا وفعلا جاكوش فعلا اسم على مسمى خصة لبس لهيك جنز ولما بيعمل بيفتحه بيعمل هيك ذهب الشاكوش وأتى سيدنا حموبيكا حموبيكا جاي لابس لابس جاكيد غير الله ما بنعرف وين مخيطة وشو نعلق ماشل فيها قالوني انتو نعزتو ولا ايه احنا معاكم للصبح يلا عمي هذا زمن العار مدام هيك لا خلع نحكي بقى على بساطة أحملي نعود لحفلات موسم الرياض واللي قائمين عليها بالذات فعلا قدمتو شي جميل في البدد جميل وانتو جبتو نجوم والله يعطيه العافي قدموا ما في بي وسعهم لكن هدول بينغسلوا مليون مرة على الجويكيش اللي عم نشوفها وعلى هذا الغناء الفاسد اللي ما قلو معنا ولا قلو تفسير وشو سر الناس شو سر أقبال الناس شو نوع هاي الناس شو نوع هاي الناس شو ثقافتهم شو حياتهم شو بدهم معقول يكون يجب أنه بقى يظهر عنا شي دكتور هيكي يعالجنا بقى بجوز يكون هذا مرض نفسي أو مرض تاني يعني مثل ما عم يقولوا فيه مثلا والله اليوم إجت الكورونا وإجا مرض تاني ما بعرف شو بيسموه وباء تاني وعد وعد هذا هذا وباء كمان هذا وباء هذا وباء عم يخدش الإذن عم يخدش الممير عم يخدش الأحاسيس للإنسان يا جماعة حمو بيكا قال شغلوا الفلاشات شغلوا الفلاشات هاي النهاية هاي النهاية هاي النهاية شو معناها شغلوا الفلاشات وعلى إيش على إيش بدي شغلوا الفلاشات على إيش ما عم نعرف هذا السر اللي عم يقتلنا أنه هالتجمع يعني هلأ أنا كشفت شغلي هذيك المرة قاعد بينه وبين ذاتي كنت شوف مثلا لما العظيم فريد أو عبد الحليم أو أمه كلسوم وما شابه أنا أمثاله كان لما يبيعمل حفلي أجمل أنواع البشر تجي بأحضر الأناقة اللباس يعني جاي يعمل ريستال جاي يحضر شيء جاي يعطي أنه أنا جاي يحضر هارتقيل هذا لازم أنا كون كمان قدامه نظيف أنا بشخصها بيني وبين ذاتي أنه يعني هذا المطرب كان يشبه يشبه زهرة ولا في أجمل منه ومن رائحته والجمهور كله نحل نحل جاي يمص العسل من هالزهرة اليوم مين هو المطرب؟ المطرب جيفة ومين الجمهور؟ أغلب وهذا الزباب الأزرق وهدول عددهم بالمليارات هذا اللي عم نشوفه هالجيف عم تجيب لنا الزباب الأزرق مات عصر النحل ومات عصر الورود وأد ما نحكي من جرحنا أد ما نحكي ما حد رد علينا لكن أنا واسق عم داوي بعض الصدور والنفوس اللي عم تطلع لنا اللي هي بتشابهنا على كل من عالج بعضنا أول شي شكر للي قام بهذا العمل في السعودية لهذا المسرح العظيم وألف مبروك لأهلنا بالسعودية على الحفلات وعلى ينبسطوا ويكيفوا والإنسان ضيف بالحياة لكن يعني أنا بعرف إخواننا بالسعودية يعني عندهم 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 مرؤة جميلة ما كان لازم يدخل هذا الغناء الهابط يمنعوه لأنه ما قالوا شي فاتحين فتحنا بس ما منفتح كل شي على مصراعيه نفتح كل شي بحسبان كل شي بحسبان ما مندخل والله بعد كلها العظماء ومنشوف حمو بيكا وجويكيش لا لا ممكن نكون قلوا المكان تاني ما علش بدنا نضطر نجيبهم بس مو على هذا المسرح اللي غنوا على هدول الأساطين في هذا الزمان وفتكن بشغلي يعني اللي أنا كمان حرق لقلبي حبيت أقفل فيها أنه هذا المسرح اسمه مسرح أبو بكر سالم بالفقير أبو بكر سالم هذا المطرب اليابني العظيم أو المطرب العربي بالأحرى الصويت صاحب الغناء الجميل والمعاني الجميلة والتاريخ في الغناء العربي طلع على مسرحه حمو بيكا وشاكوش والله يجينا جينا كماشي على الطريق ومفك براغي مسلس ما بعرفش يعني ما الله يجينا من الأعظم الله يجينا من الأعظم بالأخير تحيي لكل مزوئ على وجه الأرض الله يديم الحب الله يديم الغناء الجميل ويديم الأخلاق الجميلة والكلمة الجميلة نحن نعبد الله ونعشق كل جميل ولا يمكن أن نكون مع هذا الغناء الهابت الفاسد لأنه هذا أساء لإلنا ولأمتنا العربية الله ينقذنا منه وشكرا لكم حباي وشكرا